حياكم الله أصدقاء وياكم أنس لا تنسى الصلاة على النبي جاء بكم أخبار مهمة بخصوص رئيس الاتحاد الآساوي يشتكي على يونس محمود ورد علي نوري للاتحاد تابع الفيديو ويا للنهاية لا تنسى لك والاشتراك بالقناة علي نوري مقدم برنامج الكاس يقول رئيس الاتحاد الآساوي سلمان بن إبراهيم يقدم شكوى رسمية ضد ناب رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود بسبب تصريحات أدلة بها لبرنامج المجلس بعد الفضيحة التحكيمية في مباراة العراق والأردن طبعا هذه الفضيحة الأوروبية وصلت لأوروبا والكوريا واليابان من قبل الحكم الإيراني علي رضي طبعا اتحاد كله فساد ورشاوي للأسف دائما حق العراق ضائع في الاتحاد الآساوي قلكم سووا هاشتاك بالتعليقات كلنا مع يونس محمود يونس ما حاجة إلا الحق يعني فوق ماك لو حقنا بكأساسي أنه يقدمون شكوى على يونس محمود عينك عينك البرنامج الكاس علي نوري يهاجم عدنان درجال ويتهمه بجبان ويخاف من الاتحاد الآساوي وسلمان وقال أنا لا أسقط عدنان درجال فقط أنتقده وبعد ما رده الاتحاد العراقي بتصريح قال هذا التصريح معيب ورح تخلينا أوف سلمان وأبدأ أنتقد بك يا عدنان درجال واني سموني القولش مع عدنان درجال ودائما أدافع عنه علي نوري قل مرحبا بأردل أفعال عن حلقة اليوم شو تريد تقولون عني قولوا بسبب انتقادي لعدنان درجال تجاوز إساءة حملات تسقيط عادي كل شي هنا فقط أقول جملة واحدة العراق أكبر من أهل يوناسي وعشيرتي وانتوا بعد بكيفكم تصبحون على خير شو رأيكم بتصريحات علي نوري طبعا نجب علينا كجمهور عراق الوقوف مع الكابتن يونس محمود يونس محمود قال فضيحة تحكيمية وكل بلدان العالم قالوا هذه فضيحة يعني يونس ما غلط في الاتحاد العراقي نزل بيان يوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم ان رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بيبراهيم لم يتقدم بشكوى ضد النابي الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود وان الاخبار التي تم تدولها في وسائل الإعلام المختلف عارية عن الصحة ولا تمت الحقيقة بأي صلة فما ورد كان مجرد استفسار من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي بخصوص التصريحات الإعلامية للنابي الثاني لرئيس الاتحاد بعد مباراة منتخبنا الوطن الأخيرة في بطولة كأس آسيا ويبين الاتحاد انه سيتم الرد بشكل رسمي على هذه الاستفسارات خلال يومين المقبلين وان علاقة النابي الثاني لرئيس الاتحاد بشيخ سلمان بيبراهيم مبني على أساس الودو الاحترام المتبادل وهو شخص يقدر الكرة العراقية ونجومها ومنح النابي الثاني يونس محمود شرف تقديم كأس نهاي البطولة الاسيوية الأخيرة فعليه فإنه ليس من المنطق أن يتم تناول هذه الأخبار العالية عن الصحة في بعض وسائل الإعلام على أساس تعرض يونس محمود للعقوبة من قبل شخصه بصفته رئيسا للاتحاد القاري بعد البيان المخجل والضعيف لاتحاد الكرة علي نوري يعلنها والله أحب عدنان درجاء ولكن مصلحة العراق خط أحمر كتب علي نوري الصراخ على قدر الألم كبير يا بلدوزر وجعتهم بكلامك بعد أن وصف سلمان بن إبراهيم بأنه هرم المؤامرات على العراق في برنامج ليال ياسيا وجنة الانضباط في الاتحاد الاساوي تطلب توضيح من اتحاد الكرة بخصوص تصريح المدرب حمزة هادي في تغضيطنا لبطولة كأس آسيا بعد الفضيحة المدوية عقب مباراة الأردن شباب نشرت هدف لعبنا العراقي وصفنا سراو مع نادي بارمونخ الألمانية على مينز نشرت بقناة التليجرام خلت لكم رابط بالوصف بالتعليق المثبت واتمنى منكم الاشتراك في القناة تنزل بها هدف لاعبين العراق هدف دومينيوك لاعب النجف خارج نصف الملعب على الكرغ هدف عالمي وخيالي في دور نجم العراق الماشا هذا الهدف شوفني شرته بالتليجرام بقناتي دانيل لو السعد يؤكد جاهزيته الكبيرة لمواجهة منتخب الفلبين في البصرة الشهر المقبل وأنه رهن إشارات كاساس خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي عن كرم العراقيين يقول يدعونك على واجبة سمك وقد يقدموا لك خروفا كاملا كرم العراقيين وصل لأوروبا لاعب خطوة سط منتخبنا العراق زيدان قبال يستعد مع فريق هو تريغة الهولندي لمواجهة آيكس أمستردام في الجراء القادم وملاحظ القادم ضمن منافسات الدول الهولندي الممتاز مساعد من درب منتخبنا الوطني سلفادور رومي رويال تقيب اللاعب زيدان قبال في هولندا قبل التوجه إلى بغداد سافر إلى هولندا لمتابعة مباراة زيدان قبال ضد آيكس أمستردام بالنسبة كبيرة أمجد أطوان يغيب عن قائمة كاساس في مباراة الفلبين بحسب المصادر كرار محمد إلى صفوف المنتخب الوطني نظام قائمة مباراة الفلبين المقبلة برأيكم هل يستحق هذا اللاعب التواجد مع المنتخب الوطني أو لا اكتبوا لنا رأيكم بحسب المصادر مصطفى سعدون سيتواجد في القائمة النهاية لمباراة الفلبين في البصرة ريبين سلاقة من تدريبات ناديه مع اللاعب الإنجليز ولاعب ماشستر يوناتد سابقا جيسي لينغارد علي الحمادي مع لاعبين الكرة الإنجليزية من حفل توزيع جواز لندن لكرة القدم علي الحمادي تم ترشيحه لجهازة أفضل لاعب في العام وأفضل لاعب صاعد في العام في حفل جواز لندن لكرة القدم الإنجليزية اللاعبين مرشحين لجهازة أفضل لاعب شاب في العام علي الحمادي ديسين تيو دوجي كول بالمار مهاجم تشيلسي وبسار وجاء كوري كل توفيق للاعبنا العراق علي حمادي الحكم العراقي المقترب محمد الحكيم يوافق على التحكيم في دور النجوم العراق هذا الحكم يحكم في الدور السويد الممتاز منذ عام 2012 الصحف الرياضي العراقي الدكتور عدنان لفتي يقول اتحاد الحالي أفضل من الاتحاد السابق كرة القدم العراقية تتحسن هذا الاتحاد استطاع احتوال لاعبي المحترفين خارج العراق عكس السابق غذات حاجم يقول لك ما عندنا فلوس خلاف كريم يقول علي حصن رجال لاعب بمعنى الكلمة لاعب يسجل وان لم يسجل يصنع وان لم يصنع يكسب ضربة جزاء او خطأ مؤثر المدرب العراق عباس عطية يقول المناخ في العراق غير ملام لعقد جلسة حوار بين المدربين المحليين والاسباني خيسوس كاساس نظم المدربين العراقيين ومن ضمنهم المتحدث يعتبر انفسهم افضل من مدرب المنتخب كاساس الميناء يحقق المفاجأ ويتغلب على دهوك بهدفين نظيفين في الجولة السابعة عشر من دور النجوم العراق المدرب العراق قاح طانت شثير يقول المهاجم باشان يعد الله مهاجم جيد وقوي يحب الضغط على المدافعين ويمتلك مواصفات المهاجم الرائعة جاسم غلام مدافع منتخب الوطني العراق السابق يقول لا يوجد خليفة لي في المنتخبات الوطنية العراقية الى الان وكان يفارغ محمد قاسم سجل يوم امس هدف جميل مع نادي اربيل من دبل كيك محمد سجل ستة اهداف في اخر ثلاث مباريات قاترك بشباة كربلاء وهدف النجف ويوم امس امام امانة بغداد سجل هدفين كان مع المنتخب الولمبي العراقي لكن صاب اللاعب بالرقبة رئيس نادي الكهرباع الى الاسد يقول تلقينا الكثير من العروض للتعاقد مع اللاعب علي جاسم ابرزها من ايران وتركيا نادي ايراني قدم عرضا رسميا لكن الوقت لم يكن مناسبا للتفاوض لانه كان اثناء بطولة كاس اسيا مجموعة انديا تركيا رادت علي جاسم ايضا لكن لدينا تجربة سيئة مع تركيا بسبب انطاليا سبور اشتركوا في القناة